موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ أولا أول ملفاتنا الصحفية من صحيفة المدينة وخبر رحمل عنوان الجهات الأمنية تطهر حي المسورة بالعوامية من الإرهابيين رصدت فيها الخطوة البطولية للجهات الأمنية أمس التي فرضت سيطرتها الأمنية بحي المسورة بالعوامية وطهرت الحي من الإرهابيين المتحصنين فيه وذلك بعد عملية أمنية نفذتها أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين والقبض على مجموعة آخرين في حين أشارت صحيفة عكاظ إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية أمس الثلاثة في بلدة العوامية وأعادت الأمن والاستقرار لها بعد المواجهات التي خاضتها مع الجماعات الإرهابية المسلحة واستهتفت على مدى الأعوام السابقة رجال الأمن والمواطنين فيما ذكرت صحيفة مكة بأن رجال الأمن مشطوا اليوم حي المسورة ببلدة العوامية في القطيف دون أي مقاومة لتجد قوات الأمن أسلحة ومتفجرات ومواد تستخدم لصنع العبوات الناسفة ولتناول ملفاتنا الصحفية أرحب بضيفي في الاستوديو الخبير السياسي دكتور نايف الوقع أهلا وسهلا فيك حياك الله حياك الله في البداية دكتور تعريقك على النجاحات والإنجازات لرجال الأمن في العوامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مساء الخير لك وليطاقم البرنامج ولمشاهديكم الكرام صفحة مشرقة جديدة يضيفها أبناء الوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة قطاعات الأمنية في الدولة لاستئصال بؤرة إجرامية إرهابية عملت طويلا في هذه المنطقة وحقيقة إذا نظرنا بعمق لما حدث في حي المسورة يجب أن لا نفصل عن ما يحدث في المنطقة نعم يجب أن نربطه بخلية العبدالي في الكويت الأحداث في البحرين الأحداث في اليمن كل هذه الأحداث أنا أشبهها بأنها يراد للمنطقة أنها تكون نسخة من الضاحية الجنوبية في بيروت نعم هذا العمل كله خلفه الحرس الثوري الإيراني خلف الاستخبارات الإيرانية وبالتالي أرادوا أن يكون لهم موطئ قدم في دول مجلس تعاون الخليجي بالتحديد لاستكمال مشروع تصدير الثورة ما تم في حي المسورة وهو حي صغير جداً مساحة لا تتجاوز 19 ألف متر مربع يعني لا يتجاوز مساحة حديقة عامة من الحدائق الموجودة ما تم به حقيقة أنا أرى أنه إنجاز أو الخطوة الثالثة للقضاء على مشروع تصدير الثورة الإيراني الخطوة الأولى وسبحان الله جميع هذه الخطوات كانت من المملكة العربية السعودية وكانت على يد أبناء المملكة العربية السعودية وبقرار من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية الخطوة الأولى كانت في إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين عندما أكاد أن يجتاح الحرس الثوري الإيراني الخطوة الثالثة عندما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظ الله عاصفة الحزم لإعادة اليمن من المخالب الإيرانية الخطوة الثالثة هي المسورة وبالتالي أتوقع أن هناك خطوة رابعة بدأت ملامحها الآن تتبلور وعودت بعض الدول العربية المختطفة من قبل إيران وبالتالي سنقضي على المشروع الإيراني بإذن الله في المنطقة قضاء مبرما ليعود الأمن والسلام إلى المنطقة من جديد نعم بإذن الله دعني أرحب بضيفي من دبي دكتور خالد القاسمي الباحث الأكاديمي في شؤون الخليج والجزيرة العربية حياك الله دكتور دكتور معلومات جديدة كشفت عن تورط قطر في تمويل العمليات الإرهابية في بلدة العوامية فصل جديد من فصول التآمر القطري كيف تصفه؟ شكرا جزيلا وأتشرف بكم وببرنامجكم الرائع وأحييك وأحيي ضيفك الكريم في حقيقة الأمر يعني للأسف غطر التي يعني تحاول أن توسط كل العالم يعني لحل قضية المقاطعة سواء كانت دول أجنبية وحتى الدول العربية وللأسف لم تكف يعني عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لا شك أن الأحداث الأخيرة في منطقة القطيف تدل دلال تامة على محاولة دولة غطر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ومشروعها طبعا الواضح لإصغاط المملكة العربية السعودية تمهيدا لإصغاط منطقة القليج فحينما حقيقة فشلت في الإنقلاب في البحرين والذي مولته حقيقة وواضح الأمور في تمويله سواء عن التسجيلات التي بثت يعني بين مستشار أمير قطر والإرهابي البحريني وغيرها هناك حقيقة الكثير تمويلها حقيقة للأجنحة هذه سعيد الشهابي الذي مولت بعشر ملايين دولار لإنشاء قناة اللؤلو التي تتناول حقيقة الليل ونهار البحرين وتتناول السعودية ودول القليج فهذا يعني للأسف هو المشروع العربي المشروع حفونا القطري لتخسيم المنطقة وهو دورها تمويلي بلا شك يعني حينما تكون هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة ومن الذخائر تكشف في منطقة صغيرة كما تحدث ضيفك الكريم يعني هذه يراد للمنطقة تخريفها ويراد للمملكة العربية السعودية أن تكون منطقة فوضى للأسف فالآن كل ما نراه محاولة لمحاصرة المملكة سواء كانت من جانب من المنطقة الشرقية وبتمويل قطري أو كانت الحقيقة من ناحية الجنوب في اليمن ومن خلال تمويل الحوثيين ومن خلال تمويل الأطراف المسلحة للأسف هذا مشروع كبير لكن القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية حقيقة وعت لهذا المشروع ومن فترة طويلة وكانت حقيقة عاصفة الحزم التي حقيقة عنهت المشروع الإيراني التقسيمي واليوم نرى هناك التقارب السعودي العراقي حقيقة والذي نحييه ونأخذ بيد المملكة في أن تعيد العراق المختطفة من الإرهابيين والمختطفة حقيقة من التمويلات الإرهابية والعناصر الإرهابية نعم جميل أعود لك دكتور نايف هذا الإنجاز الأمني غير مستغرب عن رجال الأمن في المملكة إلى أي حد يكبح جماح وعبث الجماعات الإرهابية؟ بالتأكيد المملكة العربية السعودية في موضوع الإرهاب هي الدولة الوحيدة بدون مجاملة لأن الحقائق لا يمكن دحضها بإفتراءات أو بشبه صحيح هي الدولة الوحيدة التي كافحت الإرهاب على جميع المستويات سواء كان أمنيا أو فكريا أو إعلاميا أو ماليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا من جميع الجهات لأن المملكة العربية السعودية دولة لا تفرق بين أي جماعات إرهابية لا تنظر لها اللون أو العرق أو المذهب أو الطائفة نهائيا ولا حتى لمصدر الإرهاب ولذلك نجد أن تعاون المملكة العربية السعودية كان تعاون نموذجيا ومثاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت المملكة العربية السعودية ميدالية جورج تينت ثم تعاونت مع بريطانيا ومع فرنسا ومع ألمانيا ومع بلجيكا في كل دول العالم وحتى الدول العربية وبالتالي هذه النجاحات تراكمها لا يترك مجال أبدا أنها تتحقق بالصدفة وإنما تحققت بعناية الله سبحانه وتعالى ثم توفيقه ثم بما بذلتها القيادة من تأهيل وتأسيس لرجال الأمن على كافة المستويات واقتناع الجندي السعودي والضابط السعودي بأنه عندما يدافع عن وطنه وعندما يفدي بلده بروحه فإنما يحمل عقيدة لأن المملكة العربية السعودية تقوم على كتاب الله والسنة الرسول هكذا ينص النظام الأساسي للحكم وبالتالي لاحظنا الصورة في المسورة ولاحظنا صورة الجندي السعودي في حرب تحرير الكويت ولاحظنا صورة الجندي السعودي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل يتمتع بالشجاعة المطلقة والثقة التي لا تهتز ولذلك لاحظناهم في المسورة يواجهون بصدور بدون حتى أمس أحد الضباط الكبار يتجول في الحي يعني لم يرتدي حتى الخوضة الواقية وهذا دليل على نحن لا نقول أنه هذا تهور أو عدم انصياع للتعليمات العسكرية لا بالعكس هم وصلوا لقناعة ولدقة معلومات بحيث أن المعلومة التي لدى استخبارات المعلومات السعودية سواء المباحثة العامة والاستخبارات العامة دقيقة ومطابقة للواقع وبالتالي يكون القرار السياسي أو قرار القائد الميداني يأتي بناء على معلومة محل ثقة وهذا ما نصت عليها الولايات المتحدة عندما قالت أن المملكة العربية السعودية تملك قاعدة بيانات شاملة وكاملة دقيقة وموثوقة وصادقة جميل جدا أنتقل لك دكتور خالد بعد أن انكشف الدعم القطري للإرهابين سواء في المملكة أو البحرين أو مصر برأيك هل سيكون للدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب رد قاسي على هذه الانتهاكة القطرية؟ بلا شك يعني لا بد أنا أعتقد أن تعاقب قطر على ما تقوم به حقيقة قطر كما أراها من وجهة نظري أنها لا تستطيع أن تترك هذا الإرهاب خاصة وإن بعد كشف القوائم بهذه الأسماء التي تشارك فيها حقيقة الأسرة الحاكمة يعني من آل ثاني أشخاص إرهابيين ومن آل عطية الذين هم أصهار وأنساب آل ثاني فحقيقة يعني هذا النظام منذ الانقلاب في 95 جاء بالإرهاب وجاء لينشر الأفكار الإرهابية هناك للأسف يعني تصور لدى الحمدين حقيقة ودميتهم تميم بأن هذه الدولة ناقصة السيادة ناقصة السيادة أنا أقولها لأنها تركت الجماعات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية تتدخل في شؤونها وهي من تدير البلد واليوم هي غير قادرة على أن حقيقة أن يتحكم تميم بالأمور أنا أعتقد تميم الذي ورث حقيقة هذا الحكم كان بإمكانه أن يتخلص من هؤلاء ويتخلص من الجماعات الإرهابية ويعيد صياقة الدولة ولكن لم يستطع لأنهم متحكمين فيه دولة اليوم تدار حقيقة بواسطة الإسلام السياسي وأيضا المناصب فيها وفقا للولاءات للحكم يعني هذه دولة إذن لا توجد فيها مؤسسات يعني حينما تكون الخبر غير ناضية لدى شخصيات وزراء كبار كوزير الدفاع ووزير الخارجية الذي يتحدث يقول نحن أقل دولة تدعم الإرهاب ويتحدث مرة أخرى عما حدث في البحرين ويقول نعم هذه المكالمة حدثت ووزير الدفاع يقول نحن أجبرنا للمشاركة في اليمن ويعود ليقول لنا سياساتنا الخاصة ما هي السياسات الخاصة غير الإرهاب أنا أعتقد أن قطر تعرف نفسها وعرفت نفسها بأنها متورطة ولا تستطيع يعني أن تترك هذا الجانب وبالتالي أنا أعتقد أن النظام ينهار من الداخل وبالتالي هذا الانهيار قد يؤدي إلى السقوط وهو ما نعمله في هذه المقاطعة والتي نرى بأنها بدأت توتي ثمارها وخاصة في الجانب الاقتصادي نعم دعني أنتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية من صحيفة الحياة التي نشرت التصليفات التي أدل بها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز لصحيفة واشنطن بوست والتي أكد فيها بأن السياسات القطرية باتت تشكل تهديدا للأمن الوطني من خلال تدخلها في الشأن الداخلية السعودي صحيفة المدينة بدورها نشرت تأكيد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا الأمير خالد بن سلمان في حواره مع واشنطن بوست على أن المملكة تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب وأشار السفير بأن المشكلة مع قطر تكمن في أن الحكومة تمول الإرهاب وتدعمه بما يشكل تهديدا للأمن الوطني دكتور نايف كيف وجدت حوار معالي سفير المملكة لدى واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان طبعا أنا أقول أن أحيانا تكون الخصومة مع خصم نبيل يعني يبقى لديه قيم يبقى لديه أخلاق يبقى لديه معايير إنسانية للأسف الخصومة مع قطر كشفت لدينا أن الحكومة القطرية تخلت عن المبادئ والقيم ومزجت هذه الخصومة والفجور السياسي بحقد لم أرى له مثيل حقيقة نعم وأدعو الحكومة القطرية وأدعو تميم بالذات أمير دولة قطر أن يقرأ تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان في واشنطن بقراءة دقيقة ويجب أن يقرأ ما بين السطور لماذا؟ أولا لأن سمو الأمير خالد طيار حربي مقاتل اشترك بعدة غارات جوية مع التحالف الدولي وبالتالي هو يعرف معنى القوة ويعرف معنى العمليات الجوية الأمر الثاني أنه كان ظابطا رفيعا في القوات الجوية الملكية السعودية والآن يمثل بعدا سياسيا آخر ويمثل خادم الحرمين الشريفين والناطق باسمه في دولة القرار في العالم صحيح لو رجعنا للتصريح الأول الذي صدر عن مصدر مسؤول سعودي يجب أن لا ننسى هذا التصريح عندما قال أن قطر ارتكبت انتهاكات جسيمة في حق المملكة العربية السعودية وأمنها ثم تصريح سمو الأمير خالد الآن أن قطر تتدخل في الشأن الداخلي وتهدد الأمن السعودي وفي المنتصف تصريح معالي وزير الخارجية عندما قال أن ما قامت به قطر يمثل إعلان حرب إذن المملكة العربية السعودية والدول الرباعية الآن من وجهة نظرية الخاصة من وجهة نظرية الخاصة تملك الأساس القانوني والشرعي والأخلاقي وتملك القوة للدفاع عن أرضها وعن شعبها وعن نظامها السياسي والاقتصادي ولها الحق في تأديب قطر عسكريا ولها حق تأديب قطر عسكريا قطر ارتكبت كل الموبقات وبالتالي هذا التصريح أتمنى من القطريين أن يقرأوا هذا التصريح قراءة دقيقة ومعمقة ولا يحيلونه إلى خلايا عزم بشارة أو إلى محلل قناة الجزيرة يجب أن يدرس هذا التصريح الديوان الأميري بالذات لأن تبعات هذا التصريح على قطر خطيرة إن لم تنصر نعم نعم دكتور خالد إلى أي مدى يسهم التقارب الخليجي مع الولايات المتحدة في خدمة قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق في مجال مكافحة الإرهاب عفوا هناك تعليق بسيط على تصريح صاحب السمو الأمير لي جريدة الحياة أنا قرأت تصريحها وهذا طبعا ليس ببعيد على أصحاب القرار حينما يتحدث سمو الأمير خالد بن سلمان ويتحدث بهذا الشكل عن قطر وعن المعلومات بالتأكيد هؤلاء صناع الغرار لديهم معلومات وافية وتأتيهم الأخبار من استخبارات راغية تعرف دقة المعلومة حينما تتابع الإرهاب والإرهابيين ومصدر تمويلهم وأيضا حتى تصريحات سمو الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير قرارجية البحرين لذلك هؤلاء القادة المشايخ والأمراء هم أعلم بالأسرار والكم من المعلومات حقيقة على التنويل القطري الذي تعدى كل حاجة وتعدى كل الأبعاد في دعم الإرهاب أما بالنسبة لسؤالكم الكريم حول العلاقات الأمريكية نحن نتمنى من الأصدقاء الأمريكيين أن يكونوا صراحة وأن تتوحد أيضا تصريحاتهم سواء كانت تصريحات الرئيس ترامب ووزراء دفاعه وخارجيته وبلا شك أن العلاقات الخليجية الأمريكية تحكمها العلاقات الاقتصادية وتحكمها المصالح وبالتالي فمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية في تلك الاتفاقيات التي وقعت بأكثر من 500 مليار وتحدث صفقات الأسلحة لوحدها و100 مليار فنتمنى أن يكونوا واضحين وصادقين وأن يضغطوا ضغطا واضحا على قطر صفقة السلاح التي قدمت في قطر من أمريكا تثير بعض الشقوق في المنطقة في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة قطر بتويلها للإرهاب لذلك نتمنى من أصدقائنا الأمريكيين أن يكونوا واضحين وأن يشاركون القلق وأيضا يضع هذه الدولة الصغيرة التي تحاول أن تتعدى علينا وتتعدى على المنطقة العربية وتدعم الإرهاب أيضا يقفوا معنا ويوضحوها في حجمها الحقيقي نعم أنتقل إلى آخر ملفاتنا الصحفية من صحيفة اليوم التي نشرت خبر أن حمل عنوان تحرك كويتي جديد لحل أزمة قطر تناولت فيه الجهود الكويتية التي يقودها أميرة الكويت لحل الأزمة مع قطر حيث أكد وزير الخارجية الكويتي قبيل الجولة الحالية التي يقوم بها على استمرار بلاده في وساطتها بين المملكة والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى لإيجاد حل للأزمة التي تسببت بها سياسات قطر الداعمة للإرهاب وعلى صعيد آخر أشارت صحيفة عكاظ إلى أن الإسبوع الحالي شهد حراكا دبلوماسيا كويتي أمريكيا ضمن مساع البلدين لحل الأزمة القطرية التي تسببت فيها الدوحة بدعمها للإرهاب وتمويله الأمر الذي أدى لقطع العلاقات مع الدوحة واتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مواقف صارمة وفق قواعد الشرعية الدولية وحفاظا على أمنها واستقرارها دكتور نايف جهود كويتية وأمريكية لاحتواء الأزمة هل تتوقع لها النجاح بعد مرور شهرين على الأزمة؟ أولا نثمن الجهود الكويتية المخلصة والكويت من أكثر دول الخليج التي عانت نعم تعرضت للغزو تعرضت للاحتلال تعرضت للاختراقات الإيرانية المتكررة أميرها الراحل رحمه الله تعرض لعدة محاولات اغتيال وبالتالي الكويت تعرف معنى المعاناة وتعرف قيمة الحلول السياسية وتقديمها على الحلول الأخرى وللأسف الشديد أن القطريين لم يحترموا هذه الوساطة منذ البداية كانوا مستخفين بها كانوا يصيفونها بأوصاف غير لائقة بالرغم من المكانة الرفيع لسمو أمير الكويت نعم وقبوله وتقديره من جميع قادة المنطقة وشعوبها قطر حاولت أن تدول الأزمة واستنفرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكل المبعوثين الدوليين الذين وصلوا إلى الرياض خرجوا بقناعة واحدة من هول ما رأوا من الأدلة ضد قطر وبالتالي عادوا إلى بلادهم وقالوا أن المشكلة خليجية بل أن الولايات المتحدة قالت أنها مشكلة عائلية يجب أن تحل خليجيا نعم ونحن نقولها ليس من باب الكبر أو الغطرسة الحل في الرياض نعم على عجالة جميع عناصر الحل في الرياض وساطة أمير الكويت ربما هي الباب أو المنجة لحفظ ماء القيادة القطرية بأنها تلجأ للكويت ثم للرياض لحل هذه المشكلة وإلا فلن تحل المشكلة مطلقا نعم دكتور خالد هل تلعب أو تتوقع أن تلعب واشنطن دور كبير لإنهاء الأزمة من خلال الضغط على الدوحة نتمنى ذلك نتمنى ذلك يعني باختصار شديد ولا شك أن وساطات أمير الكويت ويادي البيضة يعني ليست من اليوم من 2014 لكن العيف في القيادة حقيقة القطرية التي لم تنفذ اتفاقياتها نحن نرحب بأي دور سواء لأشقان العرب في الجزائر وأخواننا في الكويت وأيضا الأصدقاء في واشنطن ولكن من يستجيب إذا كان الإرهاب قائم على هذا الحكم ومستمر فيه ولا يستمع إلى صوت العقل نعم دكتور خالد أعتذر عن مقاطعة وقت ينتهى للأسف وقت البرنامج انتهى ختاما أشكر ضيفي في الاستوديو الخبير السياسي الدكتور نايف الوقع شكرا لك دكتور نايف ومن دبي الدكتور خالد القاسمي الباحث الأكاديمي في شؤون الخليج والجزيرة العربية مشاهدينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء موسيقى موسيقى